من صبح لحضرتكم مرة تانية وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية اتعادل الزمالك مع فريق ساجرادا الأنجولي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم مبارح ضمن منافسات الجولة التانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالنتيجة دي احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين وفريق باترو أتلاتكو الأنجولي حقق فوز صعب بنتيجة 2-1 على فريق الوداد المغربي في المباراة اللي جمعتهم مبارح على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كمان فريق المريخ السوداني اتعادل مع سانداونز بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم مبارح العصر على ملعب الأهليوي السلام في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنتيجة دي بيحافظ سانداونز على صدار الترتيب المجموعة برصيد أربع نقطت فريق الليفربول الإنجليزي نجح أنه يفوز مبارح على فريق نورورت سيري بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي تلعبت بينهم على ملعب آنفيلد ضمنه نفسات الجولة الـ 26 من مسبقة الدوري الإنجليزي ونجح نجمنا المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني للردز من صناعة الحارس أعليسون في الدقيقة 67 من المباراة وبعد انتهاء المباراة حصل الفراعون المصري صلاح على جيزة أفضل لاعب في المباراة بعد تقلقه وتسجيله لهدف ولا أروى في مرمى نورورت سيري حقق شالسي الإنجليزي فوزه على فريق كريستل باليس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي تلعبت إنبارح ضمنه منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي وعزز شالسي مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة ووقف رصيد كريستل باليس عند 26 نقطة في المركز الثلاثتاشر أما فريق أرسنل الإنجليزي ففاز على فريق براندفورد بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي تلعبت بين الفرقتين على ستاد الإمارات بالنتيجة دي بيحتل الأرسنل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبراندفورد في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة وأتلاتكو مدريد فاز فوز كبير على فريق أوساسونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي لعبوها إمبارح ضمنوا منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني اللي جاء ورفع أتلاتكو مدريد رصيده للنقطة 42 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدولي الأسباني وقف رصيد أوساسونا عند النقطة 32 في المركز التاسع وبيتصدر ريال مدريد برصيد 54 نقطة اتعادل شتوتجارت الألماني المحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش بنتيجة 1-1 مع فريق بوخم خلال اللقاء الجمع الفرقتين ضمنه من نفسات الجولة 23 من الدوري الألماني بالنتيجة دي احتل شتوتجارت المركز السبعتاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة وبوخم في المركز 11 برصيد 29 نقطة وبكده مشاهدين خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لشازلي وبسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليك بنشكرك طبعا يا ليندا لسه كلامنا عن رياضة مستمر